فيما تستفحل أزمة السياسية في ليبيا من دون أي حل في الأفق ومن دون أن تنجح أي مبادرة في تحقيق خرق وسط الإنسداد السياسي قفزت إلى الواجهة القبائل الليبية في مسعى للحل فاتحاد القبائل والمدن الليبية تجهل طرح مبادرة تخرج البلاد من الأزمة التي تتخبط فيها منذ أشهر بعد فشل إجراء الانتخابات ومن ثم تشكيل حكومتين مبادرة القبائل ستدعو لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ومن دون إقصاء لأي طرف ليبي وتدعو أيضا لسحب الشرعية من كل الفرقاء الذين يتقاسمون السلطة حاليا تأتي هذه المبادرة تزامنا مع عقد اللجنة الليبية المشتركة المكونة من مجلسي النواب والدولة الأحد في القاهرة اجتماعات المصار الدستوري برعاية الأمم المتحدة فهل يتمكن القبائل من إيجاد حل طال انتظاره للأوضاع في ليبيا متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا من بغازي الباحث السياسي والاستراتيجي الدكتور فرج زيدان ومن طرابلس المتحدث السابق باسم مجلس الدولة سنوسي اسماعيل مرحبا بكم أبدأ معك دكتور فرج برأيك هل تنجح مبادرة القبائل فيما أخفقت فيه النخب السياسية بداية مساء الخير لحضرتك وزميل الأستاذ سنوسي اسماعيل واسمح لي في البداية أن أتقدم بخالص التعازي لدولة الإمارات العربية الشقيقة في هذا المصاب لوفاة الشيخ خليفة المغفور له بإذن الله خليفة بن زايد وبتهنئة دولة الإمارات العربية أيضا بانتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسا للاتحاد وفي منهج حقيقة يعكس فخامة الأعراف والتقاليد الدستورية والحضرية داخل الإمارات وأيضا لتستمر القيادة السياسية الإماراتية بأجيالها المتعاقبة في تطبيق النهج والمبادئ التي أسسها المغفور الراحل الأب المؤسس زايد الخير رحمه الله في الدفاع عن القضايا العربية الإسلامية وتعزيز ثقافة التسامح والسلام العالمي فيما يتعلق بالرد أو الإجابة على السؤال حضرتك أنا في تقديري يقتضي الإجابة على سؤال حضرتك البحث عن أمرين أولا هوية هذا الكيان المسمى باتحاد القبائل والمدن الليبية والنقطة الثانية الهدف والتوقيت إذا ما ركزنا على مسألة الهوية من شأنها أن تفك هذا التلاسم إلى تخرج مهم هذا الاتحاد من الناحية التاريخية أنشئ في فترة النظام السابق في فترة العقيد الراحل معمر القذافي وهو يتكون من مجموعة من الداعمين لتوجه سيف الإسلام معمر القذافي بدءا من رئيس هذا الاتحاد السيد طاهر العشيبي أو حتى مستشاره للشؤون الخارجية السيد خالد لغويل أو حتى أمين سره السيد ميلود الجازوي الآن نحن نتابع تحركات هذا الاتحاد من فترة إذن في نهاية الأمر إذا ما أردنا أن نتكلم عن هوية هذا الاتحاد هو كيان سياسي يعمل دعما لسيف الإسلام القذافي تحت مسمى القبائل نفس فكرة مسمى القبائل تتخذها كيانات أخرى لأنه للأسف القبائل دخلت في مرحلة الاستقطاب السياسي وتستخدم من قبل أطراف وقوة سياسية معينة إذن هذا الاتحاد الآن يبدو أنه يمارس ما يسمى بالدبلوماسية الشعبية دعما لسيف الإسلام القذافي وهو الآن لديه اجتماعات في تونس مع بعض السفراء يعني الداعمين لسيف الإسلام عندما نتحدث عن اجتماعه مع السفير الروسي أو مع السفير الفنزويلي وغيره من بعض السفراء الآخرين الآن لكن إذا ما أردنا نتحدث عن توقيت هذا التحرك كما تفضلتم في تقريركم توقيت هذا التحرك يتزامن مع اجتماعات القاهرة لكن لماذا يخشى هذا الاتحاد يخشى هذا الاتحاد لأن اجتماعات القاهرة تتعلق بتصميم القاعدة الدستورية ويخشى هذا الاتحاد من أن هذه القاعدة الدستورية ستتضمن شروط ستبعد سيف الإسلام من السباق الانتخابي وزاد من تخوف هذا الاتحاد هو خروج السفير الأمريكي عبر بعض القنوات الفضائية الليبية في إجابته على سؤال المحاور الليبي رد السفير الأمريكي قال بأن استقدم سيف الإسلام للانتخابات سيشكل قنبلة موقوطة داخل الغرفة لتفجير العملية الانتخابية ومن هنا نفسر نحن مهيط هذا الاتحاد والهدف من هذا التحرك طيب سيد سنوسي ما رأيك يعني الاتحاد يطرح فكرة سحب الشرعية عن الأجسام السياسية التي تتقاسم السلطة حاليا هل برأيك تبدو هذه الأمور بالسهولة التي يتصورها الاتحاد تحية لكم طيبة ولضيفك لسيد دكتور الزيدان وكذلك لكل سادة المشاهدين وأيضا يعني أتقدم بحر التعازي إلى دولة الإمارات حكومة وشعبا في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد ونتمنى التوفيق تحت القيادة الجديدة بقيادة الشيخ محمد بن زايد لتكون الإمارات يعني على الأقل بالنسبة لنا نحن كاليبين أن تسهم في دعم الأعمالية السياسية الجارية في ليبيا وأن تكون الأمور أفضل للفترة القادمة إن شاء الله في الإمارات وليبيا طبعا بالنسبة ل هذا لنقل التحرك أو هذا البيان في نهاية المطاف دائما مسألة القبائل هناك إشكالية فيما يتعلق بمسألة القبائل طبعا بدون شك القبائل الليبية محترمة في ليبيا ولها وزنها واحترامها لكن أتصور بأن هذا الأمر من الناحية الاجتماعية لكن الناحية السياسية دائما عندما يكون هناك تدخل أو تداخل في العمل الاجتماعي القبلي مع ما يحصل من عملية سياسية يحصل يعني تحصل إشكاليات ولا أعتقد ولا أعتقد بأن بأن هذه الحلول أو هذه المقترحات يمكن أول يمكن أن تأخذ طريقة للتنفيذ هذا اللي يمكن طبعا أو أنها مثلا تؤثر في الأطراف السياسية الموجودة لأن الخلاف السياسي يحل سياسيا بمعنى أننا نتحدث هنا عن توحيد مؤسسات الدولة عن يعني توحيد الفرقاء الذين كانوا يتقاتلون والآن أصبح حتى هناك تعالفات جديدة وإلى خيره ولكن طال الأمر هذا سيد سنوسي إسماعيل وبالتالي على يفتح الباب لجهات أخرى غير الجهات المأزومة التي لم تجد أي حلول سياسية يعني على يمكن للقبيلة أن تلعب دور في هذا الإطار أعتقد بأن القبيلة ممثلة في مشايخ القبائل أو في هذه المجالس هذا هو ليس المجلس الوحيد على فكرة هناك الكثير من المجالس القابلية في مختلف أنحاء ليبيا هذه المجالس أو هذه المشايخ ربما يكون لهم دور كما ذكرت لك في المصالحة شريطة أن يكون هناك حل سياسي بمعنى توحيد مؤسسات الدولة بناء مظلة مظلة الدولة ضرورية جدا في ليبيا لأننا الآن نفتقدها كثيرا لذلك جهود المصالحة برغم أنها جهود طيبة وحلت الكثير من المشائك وأطفعت الكثير من النيران في ليبيا لكنها لم تنجح في أن تجري مصالحة وطنية شاملة لماذا؟ ليس العيب في شيخ القبائل ولا في قدرتهم على إجراء المصالحة وإنما العيب هو في أنه لا توجد دولة بمعنى أدوات دولة تملك أدوات قوية لكي تنفذ ما تتطلبه المصالحة سواء من رعاية موضوع الجبر الضرر سواء التقريب يعني بين الأطراف السياسية من أجل يعني يعني إبعاد الشقاق لنقل عن الأطراف السياسية وكذلك توحيد مؤسسات الدولة من أجل مثلا منع التدخلات الأجنبية من أجل إخراج المرتزقة الموجودين في كثير من المنطقة قليبية يعني هذه كل مسائل سياسية صرفة للأسادة المشايخ الفضلاء وإلى آخره هم يعني بكل تأكيد لا تنقصهم النية الحسنة ولا ينقصهم حتى الجهد الطيب في إجراء المصالحة البينية بين بعض الأطراف حينما يكون هناك بينها قتال أو صراع أو ما شابه لكن حل سياسي على مستوى الدولة أعتقد بأن هذا من الصعب بدون أن يكون هناك حل سياسي بين الفرقاء أطراف الصراع لابد أن تكون يعني مندمجة وتسير في حل واحد يتجه إلى بناء مظلة الدولة وهي الهدف والتوقيت من هذه التحركات لاتحاد القبائل ونتحدث هنا عن اجتماعات القاهرة بأي اتجاه يمكن أن يؤثر هذا التحرك على اجتماعات مجلسي الدولة والنواب لا أنا في تقديري بأنها لن يؤثر هو غايته كما قلت لك هي إيصال رسالة جوابية للأطراف الذين يجتمعون في القاهرة وأكثر شيء هو رسالة جوابية للولايات المتحدة الأمريكية لأن الولايات المتحدة الأمريكية عبر مستوياتها السياسية المختلفة عندما نتحدث عن تصريح نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود عندما تحدث في السابق وتكلم عن مسألة فكرة أنه من الصعب جدا أن يتم قبول مترشح رئاسي مطلوب من قبل المحكمة الجنايات الدولية السفير الأمريكي أكد هذه المسألة من يومين مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن استخدم هذه المسألة ويعني كرر عبارات قبل يعني بدأ في مسألة يعني إعلان عن الترشح بضرورة المطالبة بالقبض على سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي وقيادات أخرى ولكن واشنطن اسمح لي دكتور فرج لكن واشنطن ليست اللاعب الوحيد في ليبيا لا ليست اللاعب الوحيد لكن هي متقدمة إلى حد ما في الملف الليبي يجب أن نعترف بذلك الأمر وتعمل الولايات المتحدة على مصارات ثلاث المصار الاقتصادي وفيه مصرف ليبيا المركزي وتدرك الآن بأن بيانات السفارة الأمريكية حول حوكمة مصرف ليبيا المركزي والضغط على الصديق الكبير لعدم صرف أي أموال لدبيبة لاستخدامها في إطار الأهداف السياسية أو لأهداف تضرب الأمن القومي الليبي أيضا واشنطن تعمل على المصار الأمني من خلال مسألة إخراج المرتزقة من جميع الجهات إذن يجب أن نعترف بأنها ليست هي الوحيدة ولكنها متقدمة في هذا المجال وتعمل بتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة في الشأن يعني لديها تنسيق تام وقوي مع جمهورية مصر العربية مع الإمارات العربية المتحدة مع المملكة العربية السعودية مع تركيا مع غيرها من الأطراف الأخرى إذن إذا ما نحن الآن يعني وضعنا هذه التصريحات وهذه البيانة الذي صادر من يعني الذي جاء في هذا التوقيت مع مؤتمر أو الاجتماع الذي يحدث في القاهرة وتصريحات السفير الأمريكي وأنا أعتقد بأن هناك بيان للاتحاد الاتحاد كان له بيان من يومين يدين فيه تصريحات السفير الأمريكي ويعتبر ما يحصل في مصر هو تصميم قاعدة دستورية من شأنها إقصاء المترشح الرئاسي سيف الإسلام إذن نعود ونكرر بأن هذا الآن هو تكتل سياسي يعمل تحت مسمى القضايل لكن الإشكالية الآن هي تصريحات قادة هذا يعني الاتحاد القضايل الآن عندما يتحدثون عن مسئلة اللجوء إلى التصعيد العسكري أنا يعني بحثت يعني لدي داتا كبيرة جدا عن هذا التكتل الآن عندما يقولون إذا لم يعني يتم دخول سيف الإسلام سنقوم بعملية التصعيد ولو باستخدام العمليات العسكرية وندرك بأن سيف الإسلام لديه جناح مسلح يسمى بجناح المقاومة الشعبية أيضا هذا التكتل الآن يعني الآن يبدو أنه يستخدم عبارات مع طيف من الليبيين الذين لزالوا إلى الآن هذه نقطة مهمة دكتور فرش في نهج ثورة فبراير نعم سيد سنوس إسماعيل نقطة مهمة تثيرها يعني هذا الامتعاض من الإقصاء والتهميش الذي يشعر به اتحاد القبائل ألا يمكن أن يرخي بظلاله على المشهد الليبي وبالتالي تفجر الوضع بشكل أو بآخر ألا يفترض على الفرقاء السياسيين أخذ وجهة نظره بعين الاعتبار وفي كل الأحوال أعتقد بأن المسألة التهميش أو من عدمه هي يعني لا يمكن أن نذكرها هنا لماذا؟ لأن المجال مفتوح أمام كل من ما يمكن أن نسميهم مثلا أنصار النظام السابق يعني المجال مفتوح أمامهم بغض النظر عن فلان أو علان يعني المسألة ليش مرتبطة بشخص فاحد فقط إما أن يكون أو لا يكون كل التيار هذا التيار كان هو موجود فعلا ويريد يعني هو يريد سيف الإسلام القذافي سيد سنوسي نعم ولكن افترض جدلا أن الموانع القانونية ومنعت سيف الإسلام القذافي من أنه يدخل إلى انتخابات ماذا يفعلون يعني هل يخرجوا من عملية سياسية أو يحاولون مثلا إثارة شغب هذه أعتقد بأنها بعيدة الاحتمال ولا يمكن يعني الدخول في مثل هذه لا الموانع ربما يضح الليبيين إذا ما كانت هناك مصالحة سيد سنوسي إسماعيل فإننا سنتفاد هذه المعضلة هذه المعضلة يتم تفاديها بأن يكون هناك بدائل دائما يكون هناك بدائل لأنني أتصور أيضا بأن الموانع القانونية لن تسمح لسيد سيف الإسلام أن يترشح في الانتخابات القادمة هذا التصور على الأقل وأعتقد بأن كما ذكر يعني الانتخابات الماضية ألغيت من أجل من أجله يعني هو ذاته فلذلك من الصعب الحقيقة ربما أن أتصور أن الأمور تقف على شخص يعني لابد أن يكون هناك بدائل إن كان هناك فعل رغبة حقيقية في المشاركة في أي عملية سياسية قادمة وهي قادمة بلا شك يعني ولكن تأخرت بسبب كثير من الأسباب للنقل سواء كانت سياسية أو أمنية أو اقتصادية وإلى خيره ونتيجة يعني بعض القوى القاهرة التي وقعت على المفوضية وهناك أسباب أخرى طبعا لكن المهم أنني أتصور بأن النية في المشاركة هي الاختبار الحقيقي إن كان هناك نية في المشاركة لابد أن يكون هناك بدائل لابد أن يكون هناك وجوه أخرى لا أعتقد أعتقد بأن هناك أسماء كثيرة يمكن أن تدخل في الانتخابات سواء كانت نيابية أو رئاسية من المنتمي للنظام السابق ولذلك أتصور بأن هذه المشكلة يمكن أن تعالج يعني في إطار الحل السلمي السياسي في ليبيا دكتور فرج في أقل من دقيقة هل نتوقع نتائج ملموسة واختراق فيما يتعلق بمسودة الدستور بين النواب ومجلس الدولة؟ أنا في تقديري بأن مسئلة التعديل حول مسودة الدستور مسألة صعبة جدا لأن تيارات الإسلام السياسي يبدو أنها تستخدم التقية وتناور في هذه المسألة والآن تعمل بالتنسيق مع بعض المولون لها من أعضاء الهيئة التأسيسية للسياغة مشروع الدستور الذين نرى الآن تصريحات لهم على منصات التواصل الاجتماعي وتصريحات لهم عبر المنصات الإعلامية التابعة للإسلام السياسي إذا ما أضطنا مسألة أخرى تيار دار الإفتاء المتطرف بقيادة الزعيم المتطرف الصادق الغرياني التي ترفض المساس وتعتبر مشروع الدستور بأنه نصا وكما ولو كان نصا مقدسا لأنها سيعطيها دار الإفتاء المتطرفة صلاحيات أشبه ما يسمى بصلاحيات الخميني في إيران لكن لربما من المتصور الذهاب باتجاه صناعة قاعدة دستورية أخرى غير مسألة التعديل حول مشروع الدستور لأن إشكالية مشروع الدستور بالإضافة إلى النقاط الخلافية بين الأطراف السياسية المتصارعة هي مشكلة مجتمعية بالأساس ومن ثم أنا في تقديري سيتم الذهاب باتجاه صناعة قاعدة دستورية لكن ستسير البحث الأممية في مصار متوازي أي بمعنى أنها ستعطي جدولا زملية للفرقاء للتوافق على القاعدة الدستورية وإلا سيصار باتجاه بلان بي ألا وهو صناعة قاعدة دستورية عبر ملتقى الحوار السياسي بنفس المقاربة التي صارت بها استيفاني في الفترة الفائتة أستاذ سنوسي صناعة قاعدة دستورية هل هي المخرج؟ القاعدة دستورية حينما تصار لدينا الآن أساس نظري للانتخابات لكن عمليا لكي تنجح الانتخابات نحتاج إلى العديد من الخطوات أهم شيء أن تكون لدينا حكومة في كل أنحاء ليبيا يكون لدينا وزير داخلية يستطيع أن يؤمن كل صنادق الانتخابات في كل ليبيا تكون تحت تأمين إدارة أمن صندوق الانتخابات الحقيقة هذه مسألة مهمة بالإضافة إلى المصارح الوطنية الشاملة وأيضا الخراج المرتزقة وتوحيد المؤسسات الدولة وعلى الأقل يكون هناك وضع اقتصادي مريح في ليبيا يقول لي بأن ذلك قد يتأخر فليكن فليكن فليتأخر ولكن لا يجب أن ندب إلى انتخابات تكون بعدها عدم اعتراض بها وحروب وإلى فليبيا شكرا جزيلا لك أستاذ سنوسي إسماعيل المتحدث السابق باسم مجلس الدولة كنت معنا من طرابلس أشكر الدكتور فرج زيدان الباحث السياسي والاستراتيجي من باحث السياسي شكرا لك شكرا لك